السلام عليكم وحمد الله وبركاته اليوم عدنا مثال عن اللوبز مثال بسيط اللي هو write c++ program to find find the summation جمع of numbers لأرقام between 0 0 and 100 اللي هي 100 عدنا من الصفر 2% يريد الأرقام اللي بينهن نجمعها يعني هنا عدنا 99 90 فنجمع الواحد والاثنين والثلاثة لحدت 99 اكيد احنا نحتاج اللوبز هنا لان ما معقول انه نظل نجمع صفر زاد واحد زاد اثنين يعني فأول شي اش راح نقول راح نقول integer اللي هو رقم التسلسل مع الدورة مالتنا واكيد ما بننساوي لازم عندنا integer i لتسلسل مالتها فنجي ايضا هو شيريت sum للجمع راح ننزلها sum وهي راح نجمع بكل دورة راح نجمع ويالدورة اللي وراها راح اشعركم بالتفصيل فارزة integer i الارقام تمام يقول انه نجمع الارقام between 0 and 100 نجي اه هنا راح اكتب sum تساوي صفر وفارزة منقوضة راح اقولكم ليش صفرتها هو السبب انه العنصر المهايدة عملية الجمع هو الصفر بس راح اقولكم ليش صفرتها هسه نجي اول شي نبدي باللوب مالتنا فارزة منقوضة هنا فارزة منقوضة هنا مثل ما تعودنا ذنية اساسيات نفتع قوس ونسد قوس هنا نجي احنا عدنا 0 و1 من الصفر للمية بس الصفر والمية ما محسوبات لانه هو يقول between بعض الاساته يقول لك لا تريد الصفر والمية ما تسوى الاساح انه ما تعسب من الصفر والمية تبدي من الواحد للتساوي الـ 90 نجي اذا الـ i راح تبدي من الـ 1 نقول له i تساوي 1 زين هذا شرط البدء هنا شنو او بس دي يعني قيمة البدء هنا شنو راح يكون شرط الانتهاء احنا نريده اما يكون i أصغر من 100 او i أصغر من او تساوي 99 نحنا نريد فقط 99 ما نريد المية فنقول له i أصغر من 100 i هو ش يريد يعني من الصفر للمية اذا صفر واحد وثنيا اذا نجمع احنا نجمع الدورات فـ i بلس بلس الصفر يصير واحد وثنيا اقصد يعني الواحد يصير ثنيا ثلاثة أربعة ونجمع احنا شرح نقول له رح نقول له سم يساوي سم نفسه زائد ال i تمام زين هسا شنو رح يصير عندنا وليش سوينا السم تساوي سم زائد ال i هسا السم احنا شنو عدنا صفرناها ليش هسا اقول لكم ليش اول شي ساعدنا الآي يساوي واحد الآي اصغر من الآي اصغر من المية هل الواحد اصغر من المية نعم اذا رح يجي السم يساوي السم هذا الجديد القيمة الجديدة يساوي السم الاولان الي هو شقده هو صفر زائد اي صفر زائد واحد واحد تمام بعدين خلص هذا رح يجي زود الآي الآي شقد صارت الآي شقد صفر اي اقصد واحد زودها صارت الثنين نجي الآي اصغر من المية نعم رح يجي يطبق السم الجديدة يساوي شقد سم زائد اي السم بعد مو صفر السم شقد صارت واحد ليش؟ لان هاي السم الصفر الاولانية ما للي قبلها اولانية زائد اي شقد كانت كانت واحد صارت صفر زائد واحد واحد صارت السم واحد رجعنا زودنا الآي شقد صارت اثنين السم يساوي السم جديدة مال الدورة شنو الثانية نجي السم زائد اي السم شقد صارت واحد زائد اي اللي هو شقد الآي اثنين شقد صار صار ثلاثة اذا السم صار ثلاثة بعدين يجي يزود الآي شقد صارت الآي هذا السم هذا سم يساوي السم اللي هي ثلاثة زائد اي اي شقد اي ثلاثة ثلاثة زائد ثلاثة ستة اذا السم جديدة صارت ستة يجي يزود الآي الآي اي شقد صارت اربعة وهكذا لحد ما يزود احنا ليش سوونا اول شي صفر لان احنا انصر المحايد بعمليات الجمع صفر فلازم مبدئيا نحط السم يساوي صفر عنا ودمن جمعوية we الاي مايأثر على قيمة الاي الأولانية لان احنا دين نجمع 1 زائد ان 2 زائد ان 3 ال حد 99 فعنا ودمنبلش احنا بالواحد فعنا ودمن لان اي واحد السم صفر ف день زائد ان اي اي تمام اللي هوother شقد واحد فعنا ودمن يأثر على قيمة الأولانية بعدين يصلي واحد ويظل يجمع يعني السم يصير بالدورة الاولى لمن اي يساوي واحد سم الاي.. اذن إذEN off اي تساوي they بس بالدورة الأولى، بالدورة الثانية لا لأن صارت تسواوي they اللي هي جرد واحد بعدين هنا الصم واحد هنا الـ really جرس صار ازودناها لان بالدورة الثانية صارت اثنين وحد زا ثنين ثلاثة وهكذا. بعدين هسه صار عندنا يكمل لحد الحد التسعة وتسعين وظل يجمع كل دورة يجمع وهي الدورة اللي قبلها لحد ما آخر دورة وصل جمع حنكلهن بالSUM السم الأخيرة بس نقول له نطبع لازم طبعا الطبع لازم خارج الفور مو كل مرة نريد نطبع نريد نطبع بس السم الأخيرة اللي هي مجموحة كلهن من الواحد للتسعة وتسعين نجي C out نطبع السم اللي هو هاي تمام نطبع السم فهذا مثال بسيط على find the summation of numbers between 0 and 100 طبعا فقط للتوضيح واحد يعني سحنا نجمع الواحد زات نية زات ثلاثة زات أربعة زات خمسة للتسعة وتسعين نحنش دنسوي اول شي دنسوي هاي سهال قيمة i no i no i no i no i no i وهكذا no i يعني ال i واحد اي ثلاثة اي اربعة اي خمسة لحد اي تسعة وتسعين نريد اول سم تكون تساوي الاي اذا شنو احنا عدنا المعادة للسم تساوي السم زائد اي لازم السم نساويها اول شي بالصفر على مده تساوي الاي زين بعدين راح تصير بالدورة الثانية من من الاي الساوي اثنين هاي ش راح تساوي تساوي واحد مو صفر بعد بالدورة الثانية هاي راح تساوي واحد مثل ما شرحنا شلون هكى انو نجمع الواحد والى a او تساوي اثنيين اذا 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 Eoss3 بعدين مجموع المعادة الليه هو السم الجديدة سم الجديدة اذا نجمعها بدورة الثالثة اذا نجمعها ويقيمة الاي الاي هي تلاثة ش بدوة 3 زائد 3 Assistance 6 بعدين هاي الستة رح نجمعها بالدورة الرابعة ويا قيمة الاي اللي هي اربعة رح تصير عشرة بعدين هاي العشرة كلها رح نجمعها ويا الاي بالدورة الخامسة اللي هي اشقات خمسة رح تصير خمسطعيش وهكذا لحدة تسعة وتسعين